لماذا صعب الفرق خصوصا الفرق الأهل أو الأب وأنت عندك تجربة مع زيناك قريبة في وفاتة الوالد الله يرحمه وإخوه ما شعورك اليوم بدونه أتمنى دائما نوياعي ونجاحاتي بكل تقدم تقدمه وكل توفيق لأنه مراضي علي الله يرحمه يعني الصراحة شن الأساوية أتمنى هو موجود شن الأفرح بي أتمنى هو يفرح أنت كنت موجود لما توفى أو لا أنها هي الصعوبة اللي هو والدي من التوفى أنا ما تشنت موجود هو توفى بالعراق وأني تشنت بالإمارات أو ما شفت هذا أصعب شي هذا أكثر شيء أذاني أن وفات والدي حسنا ما شبعت مننا أي طبعا طبعا ما طبعا ما شبعت مننا نحن نتشابه في هذا كمان أنت ووالدك همي توفي الله يرحمه سبحان الله ديب 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 مين زلاط أصلا لها أكثر من معنى شكرا يعني شكرا لأن رباني أحلى تربية شكرا لأن كان أب ونعم الأب شكرا لأن كان مخلص شكرا لأن علمني 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 شغلات الصراحة يعني أنا أذني رح يبقى نياي مدى الحياة أشفي من المواقف اللي من طفولتك ولا كده ما تنساها لأن نحن ترى عندنا شيء كده صح إيش أقولي شيء كده أذكر من عنده يعني أذكر من عنده شغلة يعني هنا هو هنا شغلات شغلات هو أذكر من شان دامني يقول لي أنت 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 صغير صغير أذكر من عنده أذكر من عنده شغلة اللي هي اللي هي متفارقني كان يعني مرات مرات يسويها قدامي مرات ما يسويها قدامي مرات أم يتأمر أم يتقلي كل ما يأكل كل ما يأكل يرفع رأسي لي فوق يعني يدعي لي الله يهنيك يا محمود الله يرزقك يا محمود لأن لأن رغم أنت صغير بالعمر وما خليتنا بعازه وما خليتنا أحد يطلبنا يدعي لي شكرا للمشاهدين للمشاهدين